وصلنا لفقرة يمكن كل الشباب سالي هلأ مهتمين فيها انتقال من الدراسة الأكاديمية لسوق العمل يعني الناحية العملية طبعا لحنا نحكي عن المهارات شو هو المطلوبة بهذا السوق كيف نقدم أنفسنا بسوق العمل شو هي المصاعب اللي عم تواجهة الشباب شو هي الحلول المقترحة كل هالأسئلة رح جاوبنا عليها وسامة ساطع استشارة تطوير وأعمال وتنمية بشرية يسعد صباحك وأهلا وسهلا أهلا وسهلا يسعد صباحكم جميع وصباح متابعين الإخبارية سورية أهلا بك أهلا وسهلا فيك أستاذ أسامة بداية نحن لنا فقرات عديدة ودائما نحن نحكي عن خلينا نقول ما من نقول نقطة ضعف لا نحكي عن الشي اللي بعاني منه الشباب بفترتنا الحالية وخاصة بعد حرب كثير وبعض حصار دائما الشباب متخوف من دخول وصوق العمل حتى الشباب المتخرج حتى الشباب اللي مقبل على سوق العمل الجديد بتلاحظ فيه شوية تردد هذا الموضوع خلينا نحكي عنه عن هيدا المعاناة ليش بيعانوا بالبداية لا سؤال كتير واسع ليش بيعانوا هو أول شي بدنا نقول يعني هلأ حنحط حالنا مطرحون الحاق معهم أنه نعانوا لأنه أولا نحن المنهجية التعليمية كل ياتا ما بدي أقول خاطئة لكن فيها شيء من الخطأ يعني اليوم أنا وقت بدخل على المدرسة وأن أنا صغير وبتعلم فقط معلومات وحشو معلومات ما بتفيدني بسوق العمل يعني كيف بدي واجه أنا معناته رب العمل بكتلة منها أو مجموعة من المهارات هاللي هو عم يسألني عنها وهاللي أنا مضيت 12 سنة مثلا لو فرضنا بين مدارس ابتدائي وإعدادي وسانوي بعدين دخلت الجامعة جامعة نهلت فيها أيضا كم هائل من المعلومات صدقيني إذا بيطلع الواحد من الجامعة بيقولك أنا ما بتذكر شو أخدت بالسنة الأولى ولا بالتانية وحتى يمكن بالرابعة والخامسة نعم لليوم نحن بيأمثل حاجة مثل ما هي المجتمعات التي استطاعت أن تبني أنفسها بيأمثل حاجة إلى مجموعة من المهارات هي المفاتيح النجاح هي اللي بتخليني أنا استطيع أني أتواصل بالدرجة الأولى هذا نحن اللي بنفتقده أو شبابنا بيفتقدوه وهو مهارات التواصل يعني ليش نحن ما منفكر نعمل بمدارسنا حصة أو خليني أقول سبجيكت مادة معينة تعنا بالمهارات تقديم مجموعة من المهارات شاملة مهارات التواصل مهارات إدارة الوقت مهارات تبسيط إجراءات العمال نعم مهارات أيضا الحوار مهارات تسويق الذات كأفة هذه المهارات نحن بحاجة نعم حتى بنكبر من لايحاننا أنه في أطباء في مهندسين في شتى مجالات المهنية هن بحاجة إلى مثل هذه المهارات حتى يتفوقوا أكثر لذلك نحن نروح من روح بيقول لك دائما روح اسأل الحكيم يعني اسأل الحكيم عن هذا الموضوع بيقول له أنت شو تعلمت بالجامعة العلم الحقيقي هو العلم اللي بدك تنهله من الحياة حتى بيروحهم مثلاً بيقول لك اسأل مجرب ولا تسأل الحكيم بيقول له المدرسة الحقيقية هي هون عن تجار الحريقة تمام نعم صحي خلينا نحكي لك عن المهارات يعني عم شوف الشباب الأكاديمي اللي عم يتخرجوا من الجامعة مثلاً ضايعين بسوق العمل ممكن يسجلوا لغات على التعيين عشوائية دورات عشوائية صح يضيعوا ما عم يعرفوا وين يوجهوا حالهم اليوم شو هي المهارات المطلوبة لكل شاب حابب يفوت على سوق العمل نحن بنعرف في شهادات معينة المفروضة تكون موجودة هلأ في مهارات يعني لازم يتعلموا كل الشباب أنا ذكرتها هلأ بالبداية يعني يوم مين مننا ما بيفتقد إلى مهارات التواصل أنسي زينة يعني نحن بحاجة دائما حتى نوصل أفكارنا ونوصل أنفسنا ونسوق ذاتنا ومقدراتنا بطريقة صحيحة نحن بحاجة إلى مهارات التواصل هل هي تواصل شفهي يعني اليوم أكثر الشباب مثلاً بتعثر وقت بتقليله احكي عن نفسك قدم نفسك بمقابلة وظيفية بيكون عنده إمكانيات علمية وحقيقة يمكن يكون عنده حتى مهارات تقنية وفنية كتير عامل دورات كومبيوتر عامل دورات لغة إنجليزية لكن حتى يعبر عن نفسه باللغة العربية قبل اللغة الأجنبية بيلاقي صعوبات كبيرة هلأ ليش ما نحن منعلمهم هذه المهارات وهنهن صغار العلم في الصغار كالنقش على الحجر يعني أنا اليوم ما بستناله حتى يكبر ويصير والله اتخرج من الجامع بيبلش ياخد هذه المهارات يعني هذا خطأ كتير كبير لأنه نحن استهلكنا يعني حصة زمنية أو أخذنا من وقته حتى يقدر ينهل من هذه المهارات هذه المهارات بيأخذها بكير لحتى أصلا هو يمارسه يعني يستطيع أنه يمارسه لذلك يظهر على يدخل لسوق العمل وهو قادر على أنه يوصل أفكاره أنا عم ركز على مهارات التواصل لما نمسته الحقيقة من الشباب من ضعف في هذا المجال مهارات تواصل الجسدي يعني البودي لانجويج لغة الجسد التواصل اللفظي التواصل الغير لفظي الكتابي أحيانا بتقليل أكتوب مثلا شوي عن نفسك بالعربي ما بيعرفوا يكتبوا عن نفسه طبعا مع من عمين هناك أشخاص شباب انتبهوا لهذه الحالة نعم وتدأوا طبعا ينهلوا فيها إذن لا يوجد هناك مهارات مخصصة فقط لقطاع معين باستثناء المهارات الفنية والمهنية يعني هاللي حابب يروح يشتغل وشغله أكتر على الكمبيوتر هو بحاجة أنه يخوض أكثر في غمار هذا المجال يتعلم برامج أكثر تخصصية أكثر إسقاطا على المجال اللي عم يشتغل فيه لكن هناك مهارات بالكمبيوتر لا بد أنه نحنا كل ياتنا نتعلمها يعني أصبحت هناك شهادة اسمها شهادة محول أمية في مجال الكمبيوتر لازم ست البيت تعرفها والرجل والشب الصبية وكله يمكن نقطة كثير مهمة نحنا ركزنا عليها أنه أحياناً بيكون خلينا نحكي بمرحلة الدراسة بيكون هو كثير شاطر وهو بمجال دراسته متفوق ولكن من الناحية الاجتماعية أو مثل ما حكيت ما بيقدر يعرف عن نفسه هاي الشيء مكتسب مثل ما نحنا حكينا عنه بالعكس إذا نحنا منقدمه بالصغر أحسن ما نعلمه ياهو ولكن دائماً أي شيء بالحياة وبيجي نتيجة تراكمات وخبرات يعني بيصير أول مرة بيتلبي ثاني مرة لأ بيصير أحسن ثلاث مرة جيد بعدين بيصير ممتاز أديش مهم نحنا نعمل توادر تؤهل الشباب لدخول سوق العمل ويمكن البداية خلينا نقول هي مرحلة التعريف عن النفس أو أدات صحيح كيفية تسويق إمكانياتي أنا هذا دائماً بقول هالمهارة هي مطلب رئيسي هناك طبعاً العديد من المراكز اللي بتعلن عن أنواع من هذه الدورات صحيح لكن ليست مثل هذه الدورات هي الحقيقة الوسيلة الوحيدة للوصول للهدف اللي عم ندور عليه هي طريق هناك حالة أولاً خليني أقول بالجينات في بعض الشباب بعض الصبايا بالملكات يعني تبع هون عندما يولد الإنسان يتمتع بقدرات خاصة هذه سبحانه رب العالمين يعطي كل إنسان بعض المواهب هناك موهبة لا شك هي يولد فيها الإنسان هي بالفطرة ولكن هناك دائماً حالة هي العامة وهي الشائعة هو التعلم المستمر اللي نحن بنسميه دائماً كونستانتلي كونستانتلي أنا دائماً باستمرار عم فتش وين نقاط الضعف عندي هي نقاط الضعف مثلاً عندي أنا بعدم إمكانية إدارة الوقت بطريقة صحيحة لأنه سر من أسرار النجاح وهذا نحن ما منتعلمه بجامعات ولا منتعلمه بمدارس طيب كيف بدي أتعلمه من دورة؟ لا أكيد كورس واحد ما بيعطيني شيء إلا بيعطيني معلومات نظرية بيعطيني بعض المعلومات الأولية لكن هناك آلية يجب أن أتبعها وأطبقها يعني هي آلية التنفيذ فكل ما رحنا نحن حاطين أهداف كيفية تقنيات تنفيذ أي مهارة كل ما نحن نكون عم نتعلم أكتر عم ننطلق أكتر ونوضع بالطريقة يعني نوضع بالمكان الصحيح هالي نقدر نعبر فيه عن ذواتنا فأنا أكتر حقيقة أكتر ما بشوف وبشعر يعني بحسرة شوي أنه شباب وصبايا عندهم مقدرات هائلة عندهم إمكانيات عالية متفوقين مثل ما تفضلت الآن سيسالي متفوقين علميا يعني يمكن يكون طالع الأولي على مدرسته أو على الجامعة أو حتى على البلد ككل لكن مع ذلك يفتقر إلى هذه الجوانب عليه أن يعنى فيه عناية خاصة ولا يمكن أنه ننهلها فقط من دورات تدريبية نعم يعني عم نحكي أستاذ أسامة نحن عن المهارات اللازم كل طالب أكاديمي يكون يمتلكها وحكينا عن المهارات التواصل وهلأ عم نشوف في دورات كتير عن واقع التواصل الاجتماعي وعلى الإنترنت هي مجانية نوعا ما لكن غير معترفة عليها اليوم الطالب أيضا عنده يمكن تناقض سوء العمل اللي يطلب خبرة ولا يعترف على الشهادة الأكاديمية أي مشكلة كمان وأيضا المهارات اللي عم بيقوم فيها اللي ما عم ياخد فيها شهادة اللي هي مجانية نحن نعرف الحالة الاقتصادية شوي صعبة على معظم العائلات فممكن مبالغ طائلة ما كتير فيهم الإنترنت بيستفيدوا منها فهالتناقض كيف فيهم كمان أنه يعني يرمموا أو أنتوا ترمموا كخبراء نحن نرمموا فيه حقيقة جهات وجمعيات وحتى نحن كمراكز تدريب كمدربين عم نحكي نحن دائما نتبرع بوقت من أوقاتنا لنعطي هؤلاء الشباب لننتظر العائد المادي وحتى لو كان في عائد مادي لا يساوي طبعا ما يتقاضاه المدرب خارج البلاد هذا جانب جانب لكن بيبقى خجول وجانب محدود الجانب الأهم أنه في عنا دورات ممكن نشوفها نحن أونلاي مثل ما حضرتك ذكرتي هذا التعلم عن بعد أو التعلم من خلال الإنترنت وارد أيضا شريطة طبعا أنه كمان يتأمن إنترنت قوي يعني إن شاء الله لكن مع ذلك هي إحدى الحلول الجيدة والناجعة للشباب لا يلجأوا إلى خاصة أنا بيقول لهم بتعلم اللغة الإنجليزية هناك كثير من البرامج الكثير من المنصات الإلكترونية التي تقوم بتعليم الشباب والشابات اللغة الإنجليزية أنا بيقول لهم إذا بتتعلم كل يوم عشرة مفردات ويكون عنده بيز فأنت عم تضم لمفرداتك يعني مثل ما بيقولوا هالي عم يضع بالحصالة مصاري كمان نفس الشي عم يضيف لمخزون اللغة هالي عنده مفردات جديدة وكلمات جديدة هي حتساعده أنه تغني لغته تغني قدراته على التواصل باللغة الإنجليزية أو غيرها فاليوم اللغات شغلة كتير مهمة كمهارات مهم جدا أنه نحن نلجأ إلى الإنترنت وبعض المنصات هالي هي أو المواقع هالي هي موثوقة لكن فيه كمان الأهم من ذلك هو آلية تطبيقها يعني اليوم نحن منبتعد أو منضحك على بعض نوقات منحاول ننفذ هذا الموضوع على أرض الواقع يعني أني أحكي مع صديقي باللغة الإنجليزية استخدم هالمهارات هاي لأنه عدم الاستخدام يعني مثل ما تعلم شيء نهائيا فبيبقى مكانه الواحد لذلك لابد من أنه يلاقي حيز معين يلجأ لبعض نحن منلجأ بالتدريب عن طريق التسلية والألعاب يعني اليوم أدما كبر الإنسان دائما بيحب التسلية بيحب التعلم عن طريق الفكاهة فتوصل الفكرة بطريقة أفضل توصل للمهارة بيصير يعني بيكتسبها بشكل أسرع أيضا الإنسان هاي طبيعتنا نحن كبشر فأنا هالي بنصح فيه بنصح أنه يروحوا باتجاه الأونلاين يروحوا باتجاه هاي المراكز اللي عم تعمل فعلا دورات حتى لو ما عم يعني لا يوجد شهادة يعني بدوروا على شهادات للأسف من هاي المراكز هناك مراكز لا تعطي شهادات تعطي علم تعطي إمكانية تعطي مهارات حقيقية صحيح معلش خلينا ناخد نحن منها الجانب الإيجابي بعدين إذا نحن بحاجة إلى شهادة معينة ممكن نخليها لمرحلة لاحقة تماما فيجب أن يعتمد على ذاته حلو أستاذ أسامة قبل الختام سؤال صغير أرباب العمل قرينا نقول عن أي نوع دائما يبحثوا من الشباب لا يكونوا معهم بسوق العمل أو لا يكونوا بداية شغلهم يكونوا معهم هلأ هو للأسف يعني نحن القطاع الخاص دائما بنظر إلى الموظف أو الشباب اللي بده يجيه أنه هو وسيلة ليحصل منه أعلى ناتج ممكن كإنتاجية يعني أنا بدي أتوجه حتى لأرباب العمل أنه رجاء لا دائما تسألوا أنه شو عندك خبرات طيب واحد متخرج من الجامعة شو بده يكون عنده خبرات يعني بها الظروف اللي نحن عشناها وبها الحرب شو عم تطلب منه أن يكون عنده خبرات حاول أنه تساعدوا وتقولوا أنت شو عندك إمكانيات شو بدك تقدملي قيمة مضافة سألوا هالأسئلة هالأسئلة هي كريتيكال يعني هي أسئلة من سميها نحن حريجة ولكن أجوبتها تعطيكي مثل بوصلة عن شخصية هذا الشب أو الصبية اللي عم يتقدموا العمل هلأ دائما بمجتمع الغربي منشوف أنه فيه شباب وصفايا بيجوا بيقولوا لرب العمل نحن ما بدنا شيء هلأ بدنا أول شهر تجربني وتشوف شو إمكانياتي وأنا ناشد الشباب روحوا بهذا الاتجاه ضغطوا على أنفسكم شوي شرط أنه ما يتم استغلاله من أرباب العمل يعني شهر واحد كافي أنه نحن نعمل مثل خطبة بيننا وبين رب العمل كما تماما تتم الخطبة بين الشب والصبية وكل واحد يورجي أفضل ما عنده ما علي شيء خلي رب العمل يورجي أفضل ما عنده وهذاك لكن حيضل بالآخير هناك يعني صورة حتتضح لاحقا يعني سواء عاجلا أم آجلا حتتضح هذه الصورة يعني نحن نتمنى فعلا أن كل الشباب والصبايا يكون هيك في عندهم فعلا تواصل مع أرباب العمل أو سوق العمل بطريقة صحيحة وصحية حتى يتأمن لهم الفرص لو أنه خبرتهم لسا ممكن متواضعة ولو متواضعة نحن نتشكركم كمان أستاذا أهلا وسهلا كل المعلومات التي تناياها وإن شاء الله هيك يكونوا استفادوا مننا كل الشباب والصبايا إن شاء الله نرجو ذلك والله يوفيق الجميع يا عرض شكرا لحضرتك شكرا لوجودك أستاذا وصحنا نتمنى أيضا لجميع الشباب أنه يوجدوا أويلاء وفرصة العمل إن شاء الله إن شاء الله لو ما هي حلم ولكن تكون بداية لتحقيق الحلم شكرا لألعاب